المسيح ثم المسيح أشبع الجوع السياسي هم أرادوا أن يتوجوا يسوع يخطفوه وأن يتوجوا يسوع يجعلوه ملكا عليهم أي أن يعلن ثورة ضد الرمان طالما أنك بتشفي أمراضنا وتسدد احتياجاتنا وعندك القدرة أنك تشبع عشرات الألاف من الناس فإذا أنت تستطيع أن تهتم بنا مش بس اقتصاديا لكن أيضا سياسيا فأراد المسيح أن يظهر أن مملكتي ليست من هذا العالم ليست مملكة جسدية لأن ملكوت الله ليس أكلا وشربا كما يقول الكتاب بل بر وفرح وسلام في الروح قال يسوع مملكتي ليست من هذا العالم الشيء العجيب وأنا واقف على جبل الزيتون أتذكر طبعا واحدة من الرموز المهمة في الشعارات اليهودية هو الخبز سواء الخبز اللي كان بيحطوه في منطقة في القدس 12 رغيف أكل الكهنة وهذا كان لازم يكون بشكل مستمر فالمسيح هو خبز الحياة أو لما بطلع مش بس على جبل المرية جبل الصهيون العشاء الأخير لما أخذ المسيح الخبز وكسر وقال خذوا كله هذا هو جسدي المكسور لأجلكم فالخبز أصبح رمز المسيح رمز البركة ورمز الانتعاش ورمز لكلمة الله والسمك تعرفوا الإضطهاد ابتدأ هون من القدس من أورشاليم الإضطهاد الشديد لكن شدة الإضطهاد ابتدأ في أيام الرومان واحدة من الرموز والعلامات المسيحية هي السمكة والكلمة اليونانية إخثص تتكلم عن يسوع المسيح ابن الله مخلص فهذه العلامة علامة السمكة اللي كانت الشعار في أيام الإضطهاد حتى طعت الأمان للشخص الآخر أنه فعلا هو إنسان مسيحي المسيح هو خبز الحياة هو قادر أن يشبع حياتك نفسا وجسدا وروحا هل تقبل إلى يسوع المسيح حتى يشبع حياتك بحب أسمع منك ترجمة نانسي قنقر